موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان شاء الله هالفيديو يلاقيكم باخر وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف ندير معكم سفنج المغربين اللي كي يجي فعلا زوين بزاف رائع بحلي كنشريوه تماما ما كانش الفرق نهائيا بحلي بحلي جبديه من برا ومن الاحسان الحاجة ديال الدار اللي كنصوبوها في الدار احسان بكثير من الى شرينها يعني لاحطيتو هالضيا ما غاداش يكون الفرق قاكس حبلهم بحلي ركي شريته مهم اليوم ما تبقاش تشري سفنج غادي تبقيت صوبة في الدار بطريقة صحيحة وكتصدق مية في مية من اول تجربة كيجي من فوخ وكيجي كله فوقعات بدون ما كيديش واحد المجهود بزاف ما كان دلكوش بزاف يعني ما كان ما كياخدناش من الوقت بزاف كيجي فعلا زوين انا بعدها كان يعني هاد الوصفة هالي ديال سفنج كان كطرها عندي في الدار تقريبا كل اسبوع لا يوجد مرات في الوصفة ضروري ولوليدات كي يحمقوا على هاد السفنج هذا يجيزوين بزاف المهمة اتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وتجربو خبقوا معي الى نهاية الفيديو باش نعرفوا المقادير ونعرفوا الطريقة ديال تحضير ترجمة نانسي قنقر شوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير في نفس الوقت هكا باش غرف المهمة اكتر بدرت ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ونضيف ملعقة كبيرة ديال السكور كبيرة ديال السكور وجوش كيسان ديال ما يكونو دافل نفس العبار نخلط شوية هاد المكونات باش يدوب الخميرة وسكور مويمة البلدات مطلقة ما تدلوش الماء يكون طيب باش ما يديع لكمش العجين للمدائما نخصو يكون غير سخون نخلط هاد الخالط مزيان ونضيف عليه جوش كيسان ديال الدقيق عامرين نفس العبار نفس العبار اللي عبرت بهم الماء وما اللي قد نعبر بهم الدقيق سوف نخلط هاد الخالط مزيان هناك ينصر في العجين باش يجيكم مزيان هنا اللي خاسنا نخلطه مزيان هاد المرحلة هادي اللي خاسنا نخلطه غير به هاد الخلط اليدوي او الطراب اليدوي غير به واللي كنبقى نخلطه بهم زيان ترجمة نانسي قنقر تقدروا تديروه في العجينة اللي عندها العجينة والله الخلط الكهربائي ولكن حتى باليد ما كيديش لو وقت بزاف ولا شي تعب بدون ما فيش مجهود بزاف غير كنخلطه حتى كيتخلط لنا مزيان حتى كنحصل على واحد الخالط بحال ديال بغريف كما كتشوفوا معي دبا اه هكا كجي القوم ديالو بحال خالط ديال بغريف تماما مقرب لكم شوية باش تشوفوا بحال اللي غادي نحصل على هاد الخالط هذا كي إلا كتلاحظوا رفيه فوقعات صغارين عاد سفي كنعرفوا باللي العجين راهم زيان عادي نغطيو عليه بواحد الغيطاء البلاستيكون خليوه جانبا مدد عشر دقيق يرتاح عادي عادي نرجعو نكملو نزيدو الدقيق غادي نزيدوش كيسان ديال دقيق وكاس الثالث غادي نخليه جانبا فقط لحتاج الدقيق ذا بغا نزيد الكاس الاول ونزيد الملحة الملحة ما كنديروهش المرحلة اللي ولا حتى المرحلة التانية يعني حتى كنخليو الخالط يرتاح شوية واحد العشرة دقيق عادي كنديرو الملحة واضفت الكاس ديال دقيق والملحة وضيبا غا نضيف الكاس الثاني ديال دقيق ما درتوش كامل ملحة غادي نجي نخلط شوية عادي غادي نكمل نديرو والكاس الثالث كما قلت لكم كنخلوه جانبا فقط على حسب النوعية ديال دقيق واش كيشربو الليلة الى كان شوية كيلصق بالزافر يدين كنزيدو شوية ديال دقيق وإلا كان هو هاداك صافي كان كتافيو بشو كيسان ديال دقيق انا يلا هدرت نكمل الكاس ديال دقيق وغادي ندبان جمع غير بيد ديال ما كان عجنوش ولا شي حاجة يعني شي مجهود كبير فقط كنجمعو بيد ديال هادا الدقيق حيث صافي في اللول خلط مهم زيان دكتراب اليدوي دفا غادي نجمع آآ دقيق وصافي نلقيتو ما زال كيسق في اليدين بزاف غادي نزيد شوية ديال دقيق ولا ما كان شكي لصق في اليدين بزاف صافي كان نكتافيو يعني هاد العجين هادا او هاد يعني المقدر المضبوطة ديال سفنج جوج كيسان ديال الماء وربعال كيسان ديال دقيق كنخليه عاو تاني كان مغطي عليه وكنخليه يرتاح او تاني جاني بالماشي يخمر غير يرتاح اش رضي البقايق وكنجبدو كنخويه منو الهواء اللي فيه ما نخليه حتى يخمر غير نصبر عليه يعني يرتاح شوية كيما كتشوفوا معي انا خليته ارتاح ودبرني كنخوي منو الهواء اللي فيه عاد نغطي عليه ونرضو يخمر هادي نخليه عاو 15 دقيقة ها كيكون صافي خمر دفاع غادي نوجده مقلاء جوج مقلات اه ولكن يستحسن غادي تكون مقلاء وكسره لاحي تكسر لك تكون شوية اه شوية اه تكون شوية غرقة وهدا هو العجين من بعد ماء خمر كيما كتشوفوا معي كل فقاعات وكن قطعوهم في صينية كان قطعو اه دوائر الحجم اللي بغينا ديال السفنج اللي بغينا احنا يا بغيتو كبار صغار كيما بغيتوهم وكيكون كاملين فيهم هاد الفقاعات باش تعرفوا باللي العجين راه ناجح مياف مياه وكيصدق مياف مياه كله راه زماء اه بحالي تدليل مياه كله زيان وكيكون ديرو داك اه نديرو مقلات اه الزيت سخون وفي المقلال اللي لولا كنديرو غي شوية ديال الزيت وكن حطوه فيها واحدة وكن خلوها غير تدرسها كنهضوها في كترولة اللي كتكون فيها غارقة وعمر الزيت هاد الشيء عليش بتلكم الاحسن تكون كتروا لما يكون شو المقلال باش دي غارقة وعمر الزيت وغير كنحركوها كتشوفوا معايا كدي منفقها كتنفق بلا من ديرو عليها الزيت من فوق لاوالو وغير كنحركوها باش تحمر لنا وغير كتاخد داك اللون الذهبي صفي كنقلبوها وضغيا كيطيبو يعني ما نخليهم حتى يتحمروا بالزات كيشوية صفي غير كي ياخدو داك اللون الذهبي صفي كنقلبوها على الجهة التانية وصفي غن دمعكو محدة اخرى في مقلاد لتغير شوية الزيت غنحط فيها الزيت ثانية وغير كتشترسها نرزها محتها في التفضولة اللي فيها الزيت طيبا وغازها وها تاته لما كتشوف معياتها تبقات مكسفق ودبات مكسفق ودرجو السوقات وكنحركها كنقلبوها غير بلا مندير عليها الزيت من فوق لاوالو كنحركها فتأخذ ذلك اللوند هذه العافية تكون ناقصة يعني تكون مهيلة باش ما يتحمروا تكون بقية واحدة وما يجيز طايبين كي يجو يبسين ما يجيز مزيانين ديروا العافية باش تحمر على فطرها يعني كيتحمروا تقلبوها تنقيبها هكا شوية في الزيت ونقلبها على الجهة التانية تصافوا كي يكونوا وجدين اما الحجم ديالسفنج انتم اللي بغيتو بغيتو ديالهم كبار ولا صغار وهذا هو الشكل النهائي ديالهم تيجو فعلا مزوينين ومقرمشين بحال اللي شريتوهم ديك الساعة وانا غادي نخليهم يتقطروا عاد ندريهم على الورق المطبخ باش ما كي ياخدوش الزيت يعني ما كي يكونوش مزيتين بزاف ما فيهمش الزيتو زوينين بزاف وانتمنى ان شاء الله اتناهي الاعجاب ديالكم هادسفنجرة غير جربو هيصدق لكم مية في مية مت اكدع وغاد يعجبكم حتى في المعداق زوين بزاف انتمنى ان شاء الله اتناهي الاعجاب ديالكم هادلا فيديو ولا ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب ولكومنتيج باش نتقى نعرف الاراء ديالكم وشكرا على المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة